استمراراً لسياساتها الممنهجة في التضييق على المدنيين تواصل الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق أهالي عفرين وريفها الشمال غرب سوريا لتهجير من تبقى من سكان المنطقة الأصليين وتوطيل نازحين من مناطق أخرى مكانهم في إطار خطط الاحتلال التركي لتغيير ديمغرافيات المنطقة واستمراراً لتلك الانتهاكات اختطف عناصر فصيل السلطان سليمان شاه الإرهابي التابع للاحتلال التركي والمعروف بالعمشات امرأة من مدينة عفرين المحتلة واقتدوها إلى جهة مجهولة بحسب مصادر محلية وأشرت المصادر إلى أن عناصر من الفصيل الإرهابي ذاته أقدموا على الاستلاء على منزلين في قرية كاخرة التابعة لناحية معبطل بريف عفرين المحتلة بحجة تحويل المنزلين إلى مقرات عسكرية للإرهابيين موضحة أن ملكية المنزلين تعود لمواطنين مهجرين قصراً بعد احتلال عفرين عام 2018 في السياق ذلك استولى عنصر من فصيل الجبهة الشامية الإرهابي التابع للاحتلال التركي على منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين وأجره لعائلة من النازحين بمبلغ 35 دولار أمريكي شهرياً كما استولى عنصر من إرهابي فصيل ما يسمى السلطان محمد الفاتح على منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين وباعه بمبلغ مقداره 800 دولار أمريكي لصالح عنصر في الشرطة المدنية الإرهابية التابعة للاحتلال هذا وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقا خلال شهر مايو أيار الفائت أكثر من 54 انتهاكاً منها بيع لمنازل المهجرين بعد الاستلاء عليها من قبل الفصائل الإرهابية بقوة السلاح ومصادرة أراضي زراعية ومحلة تجارية